موسيقى عزيزة التلميذة عزيزي التلميذ مرحبا بكم درسنا هذا اليوم يتحدث عن الإنسان البدائي هل تعرفون من هو؟ هل تعرفون كيف كان يعيش؟ وكيف كان مسكنه؟ وما هي الأدوات التي كان يستعملها في حياته؟ نتعرف ذلك معاً هيا معي لنرى كل هذه الأشياء لاحظوا معي أعزائي التلميذ الصورة وانتبهوا إلى الملابس التي يرتديها الإنسان البدائي والتي هي عبارة عن جلد الحيوانات كما أنه حافي القدمين ولكن على الرغم من ذلك بنيجه الجسمانية تبدو قوية جداً من خلال هذه الصورة يتضح لنا أن الإنسان البدائي كان يعيش على قطف الثمار البرية ويقصد بها الثمار التي تنمو في الطبيعة دون تدخل الإنسان ولا تكلف الكثير من العناء أما الصورة الثانية فلاحظوا معي أن الإنسان البدائي كان يعتمد على قوته البدنية وعلى الهراوات لاستياذ الحيوانات التي كان يصنع من جلدها ملابس له كما رأينا من قبل نستنتج إذن أن الإنسان البدائي كان يعيش حياة بسيطة يعتمد فيها على قطف الثمار والصيد ومن أجل ذلك كان دائم الترحال والتنقل ترى كيف كان مسكنه؟ هيا معي نتعرف ذلك من خلال هذا النشاط من أجل احتماء من المخاطر الطبيعية والحيوانات المفترسة لجأ الإنسان البدائي إلى الكهوف واتخذها مسكنا له شاهدوا معي هذا الكهف إنه محفور داخل جبل ولقد كان الإنسان البدائي يشعل بداخله النار حتى يبعد عنه الحيوانات ونظرا لأن هذه الكهوف لم تكن وافرة الدفء والراحة بدأ الإنسان البدائي في مرحلة موالية إقامة خيام صنعها من جلود الحيوانات ومن بعض أنواع النباتات لاحظوا معي هذه المساكن التي هي عبارة عن خيام مصنوعة من جلود الحيوانات التي كان يصطادها الإنسان البدائي ترى كيف كان يفعل ذلك؟ وما هي الأدوات التي كان يستعمل؟ تابعوا معي هيا معي نقترب من هذا الإنسان البدائي ونرى ما الذي يفعل شاهدوا معي إنه يستعمل الأحجار المسقولة وكذلك عظام الحيوانات كما أن الإنسان البدائي كان يصنع من هذه الأحجار والعظام أدوات أخرى كالفأس والمثقاب في الأخير عزيزة التلميذة عزيزة التلميذ لم يبقى لي إلا أن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وإلى درس آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر موسيقى